سمعتوا آخر الأخبار وش رأيكم لو قلت لكم أن السعودية قريب ممكن تدخل مجال الطاقة النووية ايه والله نووية بس مدنية بالتعاون مع مين مع أمريكا وزير الطاقة الأمريكي طلع بتصريح مهم وقال فيه أن فيه مباحثات متقدمة بين أمريكا والسعودية علشان يؤسسون صناعة طاقة نووية مدنية داخل المملكة الخطوة هذه ما هي عشوائية لا هي جزء من مذكرة التفاهم شاملة بين البلدين تشمل مجالات الطاقة والتعدين والتقنية النووية وهذا يعكس التوافق الاستراتيجي الكبير بين السعودية وأمريكا في ملفات الطاقة السعودية تملك مقومات طبيعية قوية ومن ضمنها احتياطيات من اليورانيوم ومع رؤية المملكة 2030 في خطة واضحة لتوسيع انتاج الطاقة وهذا يشمل دخول مجال الطاقة النووية المدنية لتعزيز أمن الإمدادات وتنويع المصادر الوزير الأمريكي وضح أن التقنية التي تستخدم في هذا المجال أمريكية يعني التعاون ما راح يكون بس سياسي أو اقتصادي لا بيكون تقني بعد وقال ان النقاشات ما هي جديدة هي ممتدة من فترة ولكن اللي يحمس انه يتوقع ان هالسنة تحديدا مش خطوات فعلية يعني ممكن يبدأ تنفيذ المشروع قريبا جدا السعودية داخلة بقوة في عالم الطاقة المتجددة والنظيفة والطاقة النووية المدنية شوفوش قال وزير الطاقة الأمريكي هناك جدد 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 جدا كما ستعلن الآن بإمكاني سيدي دوما لقل قصر ويكون هناك مرانات أخرى سنويله ثريق لقل قمت الليلة ويكون أشكرك للنجازة وإنسان المتحدث عن ذلك هذا فإذا كان هناك چايا و يمت сколько نحنه حقيقة وأيضا للإجراء هذه البحية حيث لذلك كأنها كماس يكون هناك داخل معها ها و إنه حيثا كدير من جيشة والاستخدام ومتنع بمكومت شخص في هذا الشهيف So Saudi Arabia has resources here, mineral resources including uranium, and it has a desire to expand even further its energy production via commercial nuclear power. The technology for commercial nuclear power was developed in the United States, and so we're continuing dialogues about how best to cooperate United States and Saudi Arabia to ultimately build a commercial nuclear power industry in the kingdom of Saudi Arabia.